لسه فيه كلام كتير قوي وهتشوفوا أهداف كتيرة جدا تسمعوا مواقب ما سنعطيهاش قبل كده من خلال برنامج المجري على شاشة قناة النادي الأهلي نازم أقول لكم أنتو كجماهير شاشة النادي الأهلي وقناة النادي الأهلي والنادي الأهلي أنت أسعدتونا كتير فجي الوقت إن احنا لازم نسعدكو بالشخصيات الجميلة ونسمعكو حاجات ما سنعطيهاش قبل كده لما نضمت لفريق أول بيت أساسي في الستاشر مين اللي كان صديقك أول بيخرج معاكو بيمشي معاكو بتخشوا السينما بتروحوا مسرح بتاكلوا مع بعض بتروحوا مع بعض هما كان دائما نفس المجموعة بتاعتي كابتن طهر أسامة ومحمد حشيش دائما كنا دائما نخرج مع بعض دائما أطول هما دول الناس اللي كانوا أطول موجودين معاك كانوا أقريبين منك اللي أقريب منك أوي مين كان طهر كان طهر طهر جدا من طهر طيب أنت قلت لي أنت من الحامدية كابتن سابت الله أرحمه ويحسن إيدي يا رب الله أرحمه ويساهمه وعلى فكرة احنا هنعمل حلقة خاصة في المجري لكابتن المرحوم سابت البطل لأن دي أقل حاجة نعملها له إن سابت ده كان علامة من علامات النادي الأهل سواء وهو لعب أو سواء وهو إداري أو مدير الكورة كانت نقطق بكابتن سابت علاقتي بي أخ صغير وأخ كبير قبل ما نروح النادي الأهل كنا ما بيمشي عندنا في الحامدية كان عنده أربية فولكس هو بيتلز كنت ما شوفك أنت نصفش عايز أقول لك بقى فرحان قد إيه فرحان فرحة مش طبعية بعد كده دايما كان بي على فكرة دايما بيكلمني كتير جدا جدا على طول كان دايما نكلمني لو في حاجة غلط في حاجة عايز أقول هالي دايما كان ننصحني وكان دايما يعني دايما كان عينه عليا دايما كان مركز معايا كويس أوت حتى ما بقيت أساسي في فريق الأول وكده أنا كان دايما فيه أخ كبير في النادي الأهلي طبعا كلكم تخواتي هو كان بيحافظ عليك عشان أنت من بلده من الحامدية ولا عشان النادي الأهلي اللي اتنين اللي اتنين اللي اتنين هو شايف يعني الحمد لله في حاجة كويسة قدامه وبلدياته أساسا وبعرفنا كويس جدا وطبعا هو بيحب النادي الأهلي بيحب الفريق كتثابت ده طبعا سعيد جدا من الخبر حادك قلت بها الحلقة خاصة لا لا هتعمل له حاجة حلقة تاريخية حاجة كتثابت قال لي حاجة قال لي حاجة نعملها بصراحة حاجة جميلة جدا لا أرحمه ويسامحه ما كانش طبعا بي كانش يسيبني لو غلطت كان بيتكلم معايا كان دايما يقول لي حاجة كويس قوي العيب الكبير ده خلي دايما نخده قدامك ولازم تشوف كل حاجة حلوة فيه ده لازم خدمة الاحترام لحد أما يخلص كور هو ده كانت قيمة العيب الكبير فاحنا ما طلعنا الفكرة احنا بقولها أنا يعني محسوس جدا جدا ان طلعت مع الجيل ده في الوقت ده دي حياة كابتا مصطفى والله واحنا سعداء بي